عدنا لكم أعزاء المشاهدين مرة أخرى مع تطور قنوات ووسائل الإعلام بشكل عام وتعدد مجالاتها واختصاصها وتوفرها بين عامة الناس وسهولة الوصول إليها أصبح الحفاظ على دور اللغة العربية عاملا صعبا لا يستهن به إطلاقا خصوصا بعد ظهور شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة بشكل كبير بين اهتمامات الأجيال المتتالية حديثنا هذا الصباح حول لغة الضاد وأهميتها للإعلام العربي المعاصر وكيفية الحفاظ عليها في ظل معطيات الإعلام الجديد مع ضيفنا في يوميات الوسطى الدكتور حسن مصطفى أستاذ الإعلام الجديد حياك الله دكتور يونف لستديو حياكم الله وياكم الله سلام بداية الدكتور كيف ترى علاقة اللغة بالإعلام اللغة إذا عرفناها بتعريف مبسط يمكن أن نقول عليها أنها وسيلة لنقل الأفكار والمعلومات والخبرات وغيرها والإعلام هو القناة التي توصل هذه الوسيلة إلى الناس فإذا العلاقة ما بين اللغة وما بين الإعلام هي علاقة وطيضة لم فكاك منها كما يقولون لأننا عن طريق الإعلام ننقل كل ما يمكن أن يدور سواء كان من أخبار أو معلومات أو تثقيف أو توعية أو غيرها ويكون ذلك بوسيلة اللغة التي يمكن للناس أن يفهموها نعم دكتور بالنسبة للاتصال الجميع يرى أنها أيضا لغة لغة نشر وأيضا هي لغة ثقافة في نفس الوقت كيف يكون الاتصال هو وظيفة للغة أو وظيفة في اللغة نعم كما هو معلوم في علم الاتصال هناك نوعان من الاتصال هناك ما يعرف بالاتصال اللفظي وهناك ما يعرف بالاتصال غير اللفظي الاتصال غير اللفظي هو الذي يتمثل في فيما لا يصدر من أصوات لغوية بمعنى لغة الجسد أو لغة الإشارة أو اللغة الرقمية دعنا نسميها في الاتصال بين الأجهزة الحاسوبية المختلفة كذلك لغة التعبير سواء كان من خلال العين أو من خلال اليد أو من خلال غيرها وهذه انعكست حتى في اللغة المعاصرة مثل الرموز على سبيل المثال هي أيضا من مثل هذا النوع من الاتصال غير اللفظي وأذكر طرفها هنا في هذا المجال أن الشاعر أبو دلامة وكان مشهورا ببخله أحيانا وطرافته في أحاين كثيرة فدخل على مجلس الخليفة العباسي وطلب منه الخليفة العباسي أن يهجو أي واحد من الحضور في مجلس الخليفة وعلم الحضور بذلك فحينما دخل عليهم أومأ بن قوسين إليه هؤلاء الناس أومأ بمعنى صدرت منهم إشارات غير لفظية وهذا يشاهدون في الاتصال غير اللفظي بأنه لا تهجوني وسوف أجزل لك العطر نعم ولما كان طماعا كما يقولون وأراد أن يأخذ من الجميع فهجأ نفسه فقال ألا أبلغ إليك أبا دلامة فلست من الكرام ولا كرامة إذا لمس العمامة تصار قردا وخنزيرا إذا خلع العمامة فأخذ من الجميع فهذا يشاهدون في قضية الاتصال غير اللفظي أما الاتصال اللفظي الذي يأتي بالصوت والأصوات هي وسيلة لغوية وأيضا طريقة التلفظ بالكلام أيضا يؤدي إلى إيصال رسالة معينة فمن خلال طريقة الكلام يمكن أن تتعرف إلى أن هذا الشخص غضبان أو سعيد أو محايد دعنا نسمي إلى غير ذلك فإذا اللفظ هو إحدى الطرق التي من خلالها نوصل الرسالة سواء كان هذا اللفظ من لغة عربية أو غيرها من اللغات دكتور هذا يقوم بالسؤال أن مهارات الرجل الإعلام هل تختلف حسب اختلاف الإعلام مثلا سواء مقروء أو مسموع أو مرئي بلا شك لأن الوسيلة نفسها تحكم ذلك كيف؟ بمعنى إذا كان الحديث في الإذاعة فأنت تريد أن تنقل صورة ما إلى المستمع صحيح ولذلك لا بد أن تستخدم لغة تتناسب مع هذه الوسيلة بمعنى لغة سماعية حتى أنا بعضهم ألف كتابا سماه فن الرؤية عبر الأذن جميل فن الرؤية جميل عبر الأذن هذا اسم الكتاب؟ نعم فهذا يعني أنه ينقل الصورة إلى المستمع حتى يتخيل المشهد أو يتخيل الصورة فإذن هذه اللغة تختلف في طريقة طرحها عن التلفزيون على سبيل المثال لأن التلفزيون الصورة قد تكون واضحة أمام الشخص المشاهد وأيضا الصحيفة طبعا أتحدث ها هنا بإجمالا سواء كان إعلام تقليدي أو إعلام جديد إذن الوسيلة تحدد أيضا استخدام اللغة حتى في الوسائل الانتصالية الحديثة لأنك محكوم أيضا بقواعد معينة صحيح يعني مثلا في الاسناب شات على سبيل المثال أنت محكوم بعدد معين من الثواني صحيح إذن لا بد أن تستخدم لغة تناسب مع هذه المدة الزمنية القصيرة المتاحة مقترب وجسل بالضبط فإذن الوسيلة هي التي تحدد صحيح نوعية اللغة أو طريقة الطرح الذي يمكن أن يطرح من خلالها ولكن دكتور بالنسبة دام فتحت موضوع الموقع التواصل الاجتماعي هو السناب شات أو أي مواقع جديدة هنا اللغة تختلف يعني نلاحظ أن الاختلافات أو المشكلات تظهر لماذا؟ فيه علامة استفهام عند التعبير مثلاً إذا السلام عليكم وصلتني رسالة بسلام عليكم هاي الرسالة ممكن أن أفهمها إن الشخص معصب بس هو ما يكون معصب يمكن هذا الشخص يعني فصير فيها علامة استفهام يعني اللغة في مواقع التواصل الاجتماعي فيها نوع من الغموض نعم هو يمكن أن نعزي ذلك إلى قضية التقدير المسبق وهذه ليست فقط في طريقة الكتابة لكن حتى في عدم الرد بمعنى إذا أرسلت رسالة إلى شخص ولم يرد عليك تجاهل نعم نظن ذلك أنه متجاهل أو أنه تعمد ذلك ولا ندري ظروفه فهذا اسمه التقدير المسبق أو الحكم المسبق على الشخص فحينما يرسل إلي هذا الشخص السلام عليكم كيف الآن أعرف أنه هو يعني غضان أو أنه سعيد أو أنه كذلك إذن هذا من قبيل التقدير الجزافي لكن هذه الجزية جيدة إليك أثرتها لأنها ترتبط أيضا بإشكالية اللغة بمعنى كثير من الأخطاء اللغوية الآن تتداول وتنتشر عن طريق مثل هذه المواقع الاتصالية صحيح سوى كانت أخطاء لغوية سوى كانت أخطاء مطبعية دعنا نقول سوى كانت أخطاء معلوماتية حتى جدا أنتشرت كبير جدا وظهرت هناك لغة متمازجة ما بين الحروف وما بين الأرقام نعم هذه أيضا إحدى إشكالات اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي البعض يطلق عليها اللاتينية هي ليست لاتينية وليست عربية نعم ولكن هي فقط مستملة جديدة عليها لغة الشات نعم صحيح أو لغة الشات يعني على أساس أنها هجين ما بين الأحرف وما بين الأرقام استخدام اللغة الأنجليزية بكتابة عربية نعم وفي حروف لأنه موجودة في اللغة العربية مش موجودة في اللغة الأنجليزية فستعيد عنها بالأرقام بالأرقام نعم فبالتالي ظهر هناك يعني هجين لهذه اللغة حتى يتم عملية إيصال المعلومات أو إيصال الرسائل من خلالها نعم دكتور ذكرت أن اللغة هي عامل أساسي وخاصة إذا تم كتابة اللغة بطريقة خاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا بالنسبة لرجل الإعلام متى ممكن أن يدخل أو يتحدث باللغة العامية أو باللغة العربية أو يدمج بين اللغتين مع بعضهم هذه تحتمد على طبيعة المحتوى الذي يريد أن يوصله إلى الناس فإذا كان الحديث على سبيل المثال عن تراثيات فهنا استخدم اللغة أو اللهجة المحلية التي تتناسب مع هذا المحتوى الذي يمكن أن يطرح والحق نجد كثيرا من البرامج وهذا إذا ربطنا بقضية انتشار اللغة العربية من عدمها خاصة في المجال الإعلامي نجد أن عناصر اللغة أربعة كما هو معروف هي مسألة الاستماع والكلام والقراءة والكتابة هذه عناصر اللغة إذا استمعت إذن سأكتسب حصيلة لغوية وإذا تكلمت عبرت عن هذه الحصيلة وإذا قرأت أيضا اكتسب وإذا كتبت عبرت أيضا عن هذه الوسيلة فإذن حينما نتحدث عن محتوى تراثي لا بد من استخدام لغة تتناسب مع هذا المحتوى إذا تحدثت عن محتوى حضاري أو علمي إذا لا بد أن نستخدم مصطلحات تتناسب أيضا مع هذا المحتوى هناك إشكالية عن كثير من الناس أن اللغة العربية لا تتناسب مع التكنولوجيا فرضا ولذلك لا يتحدث باللغة العربية حينما يتحدث عن التكنولوجيا أو المصطلحات أو غيرها صحيح لكن الحقيقة أن اللغة العربية هي لغة مرنة صحيح ومتسامحة ونحن في عام التسامح صحيح تتقبل الآخر وهناك كثير من المصطلحات غير العربية لكنها موجودة في اللغة العربية مثلا كلمة تلفزيون هي ليست عربية ولكن أصبحت مستعربة والناس انتشر استخدام مثل هذا المصطلح أحيانا قد لا نجد الترجمة التي تتناسب مع المصطلح الأجنبي مثل فيسبوك الترجمة الحرفية لفيسبوك يعني كتاب الوجه فيسبوك وجه صح وابوك كتاب ولكن غير قادرين الناس أن يذكرون بلغة العربية نعم ولذلك نقول فيسبوك لا بأس أن نقول ذلك يعني أعني في إطار التمازج اللغوي الذي يمكن أن يكون متواجدا لكن اللغة العربية تشتهر بالمرونة وتشتهر بالثراء مثلا الجذر اللغوي لحرف العين والقاف والدال وهي عقد ويمكن أن تكون عقد ويمكن أن تكون عقد إذا نظرنا للمصطلح الأجنبي عقد المقابل contract صحيح هي الوثيقة هذا وعقد ما تزين به المرأة جيدها في الأجنبية necklace صحيح وعقد بمعنى الرط وهذه notes يعني إذن تجد أن المادة واحدة جزلة فقط حركة إعرابية تغير المعنى مثل كلمة ber ber وبر نعم بالضبط صحيح أو كتاب كتب مكتبة كتاب إذا نظرت في المقابل الأجنبي لن تجد مثل هذا صحيح تجد بعض الأسماء الجمل له أكثر من ألف اسم صحيح الأسد له أكثر من خمسمائة اسم إذن تتميز بالثراء ولو نظرنا إلى تاريخنا العلمي الحضاري ودورنا في الحضارة الإنسانية بصورة عامة لوجدنا العجب العجاب للغة العربية مكتبة بغداد مكتبة التحدث عن مكتبة باعتبار أن الكتب هي مصدر علمي وكتبت باللغة العربية كانت تسود العالم لأكثر من خمسة قرون وحتى يقال أن المأمون إذا أتى أحدهم بكتاب ترجمه من اللغة أجنبية يعطي وزن هذا الكتاب ذهبا لصاحبه في حركة تشجيعية على مسألة الله وكذلك العالم البتاني كان عالم فلك وهو أثبت أن السنة الشمسية 365 يوما وخمس ساعات و46 دقيقة و32 ثانية جاءت الدراسات الحديثة لتقول أن الفرق بين ما قاسه البتاني وبين القياسات الحديثة فقط دقيقتان و14 ثانية وهذا الكلام تبقى به من قبل أكثر من ألف سنة فإذا أتحدث بأي لغة كانت اللغة العربية لغة التكنولوجيا لعلم الفلك وابن الهيثام والرازي وجابر بن حيان وغيرهم من من برعوا في مجالات الكيمياء والفيزياء وابن الهيثام الذي الآن اختراع الكاميرا فإذا اللغة ليست عائق فيما يخص التكنولوجيا وإنما هي وعاء كما أسلفنا ووسيلة لنقل هذه الخبرات والمعارك حتى المصطلحات الطبية المستخدمة الآن هي ليست إنجليزية خالصة هي لاتينية صحيح فإذا المعنى أن ليس هناك قصور في اللغة ولكن القصور لدينا في أننا لا نستخدم هذه اللغة فيما يخص هذا التوجه الحضاري فيما يخص التكنولوجيا إلى آخر جميل دكتور كيف تؤثر المخارج اللغوية للقائم بالاتصال أو رجل الأعمال على إيصال الرسالة الإعلامية؟ لأننا في بداية الحديث ذكرنا أن طريقة التلفظ بالكلمة توحي وتغير المفهوم الذي يمكن أن يفهمه الشخص الذي يتلقى هذه الرسالة ولذلك كثيرا من الحروف إن لم تنطق بطريقة سليمة وفي كلمة معينة هذه قد تغير المعنى دائما يعني مثلا إخراج اللسان في حرف الضاء مثلا أو في حرف الذال مثلا فحرف الذال يختلف عن حرف الزاي والضاد يختلف عن الصاد ويختلف عن الضاد ويختلف عن الشين والسين والثاء يعني هذه كلها أو القاف تقلب غين نعم أو القاف تقلب غين كما أسلفت أو كما ذكرت نعم فإذن يتغير يتغير المعنى تماما في طرفة دكتور به المجال اللي كانت فيها القوم اللي سألوهم قال لهم الشخص ما لكم تقلبون القافة غين قالوا استغفر الله من غال لك هذا انظر إلى قائل قال من القول وغال من المغالاة صحيح فإذن تغير المعنى تماما فإذن الانتزام بالمخرج السليم أو طريقة اللفظ الصحيحة هذا يوصل الرسالة السليمة الصحيحة المراد توجيهها إلى الناس دكتور في هذا الحوار هل ترى أن لغة الضاد هي لغة معرضة للخطر؟ اللغة بعضهم يشبهها بالكائن الحي يمكن أن تمرد يمكن أن تضعف ولكن نقول أنها في خطر أتحفظ قليلا على هذا المصطلح لأن اللغة العربية محفوظة ولغة القرآن وكذا فإذن ليس هناك من خوف في اندثار أن تندثر ولكن يمكن أن تضعف كما أسألنا من خلال بعض الممارسات الإعلامية بمعنى إذا نظرنا إلى بعض تجاهل اللغة ممكن نعم يعني هناك تركيز على اللهجات المحلية أكثر عن اللغة العربية الفصحة فيما يخص المواد الترفيهية يعني كثير من المسلسلات أو كثير من الأفلام تتم دبلجتها بلغات أو بلهجات محلية وليس باللغة العربية هذا جانب من الجوانب في كثير من المؤسسات التعليمية أيضا نجد بعض القصور عند بعض الطلبة في طريقة تقديم العروض التقديمية أو طريقة تقديم الأبحاث لأنه قد ينتهج اللغة أو اللهجة المحلية الخاصة بدولته فإذن نحن في حاجة إلى أن نوصل رسالة أن اللغة العربية ليست بالصعوبة التي يمكن أن يتصورها كثير من الناس وأذكر حينما كنا صغارا قليلا ليس كثيرا المسلسل الرسوم المتحرك الكارتوني كابتن ماجد كانت الدبلجة في كلمة دبلجة طبعا ليست عربية ولكن مستعربة باللغة العربية الفصحة صحيح فتغيرت طريقة كلام الأطفال يعني كلمة هدف كلمة مرمى كلمة مخالفة صافرة أركض يعني أثرت على جيل كامل وعززت دعنا نقول اللغة العربية في أوصات هذا الجيل نعم لكن أنت ذكرت يعني أن هناك أيضا استخدامات محلية في بعض وسائل الإعلام لو نتحدث عن كيف يمكن أن نبتعد عن هذه المخاطر واستخدامها بطريقة صحيحة لابد في المقام الأول أن نعزز قيمة الافتخار باللغة العربية في أساسها بمعنى بعض الناس يظن وظنه آثم في ظني أن اللغة العربية لغة متدنية وإذا تحدث باللغة الأجنبية هذا يعني أنه مثقف أنه حضاري ومعنى سائل المرض نعم فهذه النظرة الدونية لابد أن تزال من عقليات كثير من الناس وأنه يفتخر أنه يتحدث بلغة العربية وعلى فكرة اللغة الإنجليزية نعم هي السائدة على مستوى العالم ولكنها ليست سائدة مثلا في أوروبا ستجد كثير من المؤسسات في أوروبا أو كثير من الدول لا يدرون باللغة الإنجليزية ولا يتحدثونها حتى ولو كانوا يعرفونها من باب التمسك هناك من يعتز بلغتي نعم يعتز بلغتي وثقافتي وإلى آخره فإذن لا بد أن نغير من مثل هذه المفاهيم حتى نستطيع أن نثبت للناس أن اللغة العربية هي لغة سليمة وثرة ويمكن كثير جدا من الناس أن يستخدم هذا وخاصة أنها الثالثة على مستوى العالم وفقا لترتيبات اليونيسكو لغة القرآن محفوظة إلى اليوم الدين بأذن الله بلا شك كل الشكل لك الدكتور حسن مصطفى أستاذ العلام الجديد على وجودك معنا اليوم كل الشكر لكم